حتى لغير المسلمين المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية ينقص الأسعار لأن هذه المناسبات يقول لك تخفيضات بمناسبة المولد المسيح تخفيضات بمناسبة مثلا عيد سنة أول سنة بالعكس نحن يجي المناسبات ونغلوا الأسوام والصلاع كلها وهذا مخالف للقانون الدولي ومخالف للقانون الإسلامي لإحتكار لأنه ملعون من يقوم بالإحتكار ومن يطبقه ومن يشجعه ومن يعمل به ثانيا أن كما قلت لك من قبل نحن يجب أن نكون محمديا في السوق كي تدخل للسوق ينبغي أن تعلم من هو المسلم في السوق هذا ومن هو اللي يخالف الإسلام الإنسان المسلم هو اللي ينقص بمناسبة المولد النبوي ينقص بمناسبة العيد ينقص بمناسبة الصوم ينقص أسوأ متعه باش يقبل الناس على الإسلام وعلى الصوم وعلى كذا ويعود الناس كل يستنعوا هذه المناسبات باش يكونوا مسلمين أكثر ما كانوا من قبل هذا بدافع من الإسلام وبيدافع من مكانه ولذلك تشن جمعية العلماء في كل مناسبات حمل التضامن لإغاثة المحتجين ولإغاثة المعوزين ولإسعاف المستضعفين وهذا ما تميزت به جمعية العلماء ليس دخل الوطن فقط حتى خارج الوطن نحن نبعثه بمساعدات إلى غزة إلى الصحراء الغربية إلى منغلاداش إلى الأشياء البلدان المستضعفة تحس بوجود جمعية العلماء أو بالشعب الجزائر المسلم عندما تأتي الملاسبة هذه لماذا التجار عندنا في بلادنا لا يقتدون بهذا لا يطبقون هذه المعلومات الإسلامية